اشتركوا في القناة والكهرباء خلال هذا الدرس سنتناول مفهوم الظرة ونتعرف على تطور نموذج الظرة ومكوناتها كما سنتعرف كذلك على مفهوم الآيون وإنواعه خلال هذا الدرس كذلك سنتعرف على دور الأيونات في التوصيل الكهربائي يرجع مفهوم الظرة إلى وقت بعيد جداً حيث في عصر اليوناني كان أول من فكر في أن المادة مكونة من أجزاء متناهية في الصغر لا يمكن تقسيمها هو الفيلسوف ديمقريتس حيث قال أن المادة إذا ما قمنا بتقسيمها إلى أجزاء صغيرة فسننتهي إلى جزء صغير جداً لا يمكن تقسيمه أطلق عليه اسم أطموس ومنه يشتق اسم الظرة أطم ثم بقي هذا الأمر هكذا إلى بداية القرن التاسع عشر أو نهاية القرن التامين عشر حيث كان أول من بيّن تجريبياً أن المادة تتكون من دراته هو العالم الكيميائي بلتون ليتطور بعده الأمر حيث ساهم العالم الكيميائي جزء طمسون بتجارب بيّنت أن المادة تحتوي فعلاً على شحنة كهربائية موجبة وشحنة كهربائية سالبة لكونها محيبة كهربائياً فأثبت العالم الكيميائي طمسون أن المادة تحتوي على دقائق صغيرة تحميل شحنة كهربائية سالبة أطلق عليها اسم الإلكترونات ثم تطور الأمر بعد ذلك بمساهمة العالم الفيزيائي إرنست روجرفورد الذي قام بتجارب جد هامة حيث بيّن أن المادة فعلاً تحتوي على درات وأن هذه الدرات تتكون من نوات تحميل كهرباء موجبة تحيط بها إلكترونات تحميل كهرباء سالبة وبيّن أن النوات تحتل حيزاً صغير جداً وسط الضرات وتحميل الكهرباء الموجبة إذن نلاحظ أن نموذج الدرات قد تطور على مر العصر في العصر الحالي يعتقد العلماء أن المادة مكونة فعلاً من درات وأن هذه الدرات تتكون من نوات تحيط بها إلكترونات وأن النوات تحتل فعلاً حيزاً صغيراً جداً في الفضاء وسط الضرات وتحيط بها سحابة إلكترونية تتكون من إلكترون واحد أو أكثر تبين الدراسات التجريبية الحالية أن الضرات متنوعة وتختلف عن بعضها من حيث النوات ومن حيث السحابة الإلكترونية تتميز كل ذرة بعدد الشحن الكهربائي الموجودة في نواتها ويسمى هذا العدد العدد الذري لنوبغاتوميك ونرمز له بالحرف Z مكونات الضرات إذن هي النوات والسحابة الإلكترونية فما هي مميزات كل من هذه العناصر؟ النوات تحمل الكهرباء الموجبة وتحتل حيزاً صغيراً جداً بحيث يمكن أن نقارن بين قطر الضرات وقطر النوات فنلاحظ أن قطر الضرات أكبر حوالي مئة ألف مرة من قطر النوات كما أن الحسابات أثبتت أن جل كتلة الضرات ممركز في نواتها بمعنى أن كتلة الإلكترونات التي تكون السحابة الإلكترونية مهملة مقارنة مع كتلة النوات وبالتالي يمكن أن نعتبر أن كتلة الضرات هي تقريباً تساوي كتلة نواتها في هذه الفقرة من الدرس نتطرق إلى مفهوم الحياد الكهربائي للضر أولاً نعرف الشحنة الكهربائية الابتدائية هي أصغر شحنتين كهربائية موجبة جميع الشحن الكهربائية هي مضاعفة لهذه الشحنة الابتدائية نرمز للشحنة الابتدائية بالحرف أ والذي يساوي القيمة 1.6 في 10 أسناق 16 كولوم كولوم هي وحدة قياس الشحنة الكهربائية والتي نرمز لها بالحرف سي ماجزك لاحظنا من خلال الأمثلة السابقة أن عدد الشحنات الموجبة لنوات الضر يقابل ويساوي عدد الشحنات الكهربائية السالبة الموجودة في سحابتها الألكترونية يمكن إذن أن نقول أن مجموعة الشحنة الكهربائية الموجبة لنوات الضر تقابل مجموعة الشحنة الكهربائية السالبة لسحابتها الألكترونية يمكن أن نستنتج أن ندرع متعادلة كهربائية أو محايدة كهربائية السحزيا الموجودة كهربائية الموجودة الضرردية زد يساوي 6 شحنة النواة لهذه الضرة نرمز لها Q تساوي 6 أي تحتوي على 6 شحنات موجبة السحابة الإلكترونية للضرة الكربون تحتوي كذلك على 6 شحنات سالبة مجموعة هذه الشحنات هو Q' يساوي ناقص 6E إذا قمنا بجمع شحنة النواة مع شحنة سحابة الإلكترونية فالمجموع يعطينا 0 وهذا يمثل الحياد الكهربائي لضرة الكربون نستنتج كذلك نفس الشيء بالنسبة لضرة السوديوم حيث أن مجموع شحنة نواتها 11E ومجموع شحنة سحابة الإلكترونية ناقص 11E المجموع يعطينا 0 يعني أن ضرة السوديوم كذلك محايدة كهربائيا وهذا يتحقق بالنسبة لجميع الضرات في هذه الفقرة نتناول مفهوم الأيونات لزيون أولا نتطرق إلى الأيونات وحادية الضرة كمثال ضرة السوديوم يمكن أن تفقد إلكترون واحدا فيتتوفر على 11 الإلكترون تفقد إلكترون واحدا فيصبح الناتج أيون السوديوم والذي يحتوي فقط على 10 إلكترون إذا قمنا بالحصيلة الكهربائية لضرة السوديوم فمجموع الشحنات الموجبة ومجموع الشحنات السالبة سيعطينا 0 أما في حالة ضرة السوديوم فإن مجموع الشحنات الموجبة يفوق مجموع الشحنات السالبة بشحنة واحدة وبالتالي فإن أيون السوديوم غير محايد كهربائيا بل هو يحمل شحنة كهربائية موجبة فلهذا يسمى أيون موجب نأخذ مثالا لأيون أحادي الضرة آخر أيون كلور نلاحظ أن ضرة الكلور تتوفر على 17 شحنة كهربائية موجبة في نواتها و17 شحنة كهربائية سالبة في سحابتها الإلكترونية وبالتالي فإن الضرة متعادلة كهربائيا هذه الضرة يمكن أن تكتسب في سحابتها الإلكترونية إلكترون ينضاف إلى إلكتروناتها 17 فيصبح مجموع الإلكترونات في السحابة الإلكترونية 18 فينتج بذلك أيون الكلور هذا الأيون يضم 18 إلكترون في السحابة الإلكترونية وبالتالي لدينا ناقص 18 أ في الشحنة الإجمالية في حين أن النوات لا يطرأ عليها أي تغيير تبقى شحنتها 17 شحنة موجبة وبالتالي زائد 17 أ الحصيلة أن أيون الكلور يتوفر على شحنة كهربائية فائدة فلهذا نرمز له بالرمز CL- توجد أنواع أخرى من الأيونات تسمى أيونات متعددة الضرة ديزيون بولي آتوميك نأخذ على سبيل المثال أيون الأمونيوم دي الصيغة الكيميائية NH4+. هذا الأيون يتبين أنه يحتوي على ضرة واحدة من الآزوت وأربع ضرات من الهيدروجين هذه المجموعة تحمل إشارة زائد يعني أن مجموعة الضرات المرتبطة فيما بينها NH4 فقد لإلكترون واحد وبالتالي فهذا أيون موجب يسمى كاتيون وهو فاقد لإلكترون واحد يمكن أن نحسب مجموعة الإلكترونات الموجودة في هذه المجموعة لدينا ضرة الآزوت تحتوي على سبع إلكترونات إذن نحسب سبعة لكن المجموعة فقد لإلكترون واحد وبالتالي فمجموعة إلكترونات أيون الأمونيوم NH4+, هو عشر مثال ثاني لأيون متعدد الضرات هذا الأيون يتكون من ضرة واحدة من الكبريت وأربع ضرة أكسيجين المجموعة كما نلاحظ تحمل إشارة ناقص فهذا يعني أن هذه المجموعة لها فائد في الإلكترونات وبالضبط إلكتروني هذا النوع من الأيون يسمى أنيون أنيون وهو أيون سالي ضرة الكبريت تتوفر على ستة عشر إلكترون كل ضرة أكسيجين تتوفر على تمانية إلكترونات نحسب مجموعة الإلكترونات في أيون الكبريتات لدينا ستة عشر زائد أربعة في تمانية المجموعة تمانية وأربعون نضيف إليها إلكترونين مكتسبين فائدين لهذا الأيون إذن فمجموعة إلكترونات أيون الكبريتات هو خمسون إلكترون أمثلة أخرى لأيونات متعززة الدرة مثل أيون الأكسونيوم والمتكون من ثلاث درات هيدروجين ودرة واحدة من الأكسيجين هذه المجموعة المرتبطة فيما بينها فاقدة لإلكتروني واحد فلهذا تحمل إشارة زائد واحدة مثل آخر لأيون ساليب أيون هيدروجينو كربونات يتكون هذا الأيون من ضرات هيدروجين واحدة وضرات كربون واحدة وثلاث درات أكسيجين هذه المجموعة المرتبطة فيما بينها مكتسبة لإلكترون واحد فهي تحمل إشارة ناقص واحدة ترجمة نانسي قنقر نهتم في هذه الفقرة من الدرس بدور الآيونات في التوصيل الكهربائي في حالة بعض المحاليل مثل محلول كلورورسوديوم الذي يحتوي على الآيونات نا بلوس والآيونات ننجز تجربة حيث حيث ندمج في جزء من الضارة الكهربائية محلولا كهربائيا نغمر فيه إلكترودين دون أن يتماسع فنلاحظ عند غلق الضارة الكهربائية أن هناك طيار كهربائي يمر في الضارة كما نلاحظ أنه كلما كان محلول الملح مركز كلما كان التوصيل الكهربائي أفضل فما هو دورو الأيونات في التوصيل الكهربائي دورو الأ insultار le passage du corrent lectrique dans une solution conductrice est dû au déplacement des ions positifs et des ions négatifs contenus dans cette solution de telle sorte que les ions positifs Les 4 ions se déplacent vers l'électrode reliée au pôle négatif du générateur. Et les autres ions, c'est-à-dire les ions négatifs, les anions, se déplacent en le sens opposé. Ils se déplacent vers l'électrode reliée au pôle positif du générateur. Donc, le courant électrique est constitué de ce double déplacement dans le sens opposé des ions contenus dans la solution. Plus le nombre de ces ions est grand dans la solution, plus l'intensité du courant est grande. En conclusion à ce paragraphe, on peut retenir que le passage du courant électrique dans une solution conductrice qu'on appelle solution électrolytique est dû au déplacement des ions positifs, les cations, et des ions négatifs, les anions, dans cette solution. Ce déplacement des ions se fait de la manière suivante. Les ions positifs se déplacent vers l'électrode négative, c'est-à-dire celle qui est reliée au pôle négatif du générateur, et les ions négatifs se déplacent dans le sens opposé, c'est-à-dire vers l'électrode positif qui est reliée au pôle positif du générateur. C'est-à-dire vers l'électrode négative, c'est-à-dire vers l'électrode négative, c'est-à-dire vers l'électrode négative. C'est-à-dire vers l'électrode négative C'est-à-dire vers l'électrode négative كهربائي في محلول معي. تمرين تلتاش لتحديدي اي الانواع الاربعة يمتل ايون وايها يمتل ذرة سنقارن عدد الشحنات الموجودة في النواة وعدد الشحنات الموجودة في السحابة الالكترونية. بالنسبة للنوع واحد نلاحظ وجود حتى الشحنة موجبة في النواة وعشر شحنات سالبة في السحابة الالكترونية. اذا فهذا النوع غير محايد كهربائي ونلاحظ ان الشحنة الموجبة اكبر من الشحنة السالبة. اذا فهذا ايون موجب كاتيون. بالنسبة للنوع الثاني فنحسب ستة شحنات موجبة في النوات وستة شحنة سالبة في السحابة الإلكترونية إذن هذا النوع محايد كهربائي فهو ضر بالنسبة للنوع الثالث نحسب سبعة عشر شحنة موجبة في النوات وتمانية عشر شحنة سالبة في السحابة الإلكترونية إذن هذا النوع أيون وهو بالضبط أيون سالب بالنسبة للنوع الرابع نحسب 13 شحنة موجبة في النواة و13 شحنة سالبة في السحبة الإلكترونية إذن هذا النوع محيط كهربائيا فهو فرد جواب الأسئلة الأخيرة بالنسبة للعدد الدري فهو عدد الشحنة الموجبة الموجودة في النواة إذن بالنسبة للنوع 1 زاد يساوي 11 بالنسبة للنوع الثاني زاد يساوي 6 بالنسبة للنوع الثالث زاد يساوي 17 وبالنسبة للنوع الرابع زاد يساوي 13 باستعانتنا بالجدول الدوري للعناصر الكيميائية وبما أن كل نوع كيميائي تميز بعدده الذري فإن النوع الأول هو الصوديوم والثاني هو الكربون والثالث هو الكلور بينما النوع الرابع هو الألمنيوم جواب السؤال 5 من تمرين 13 النوعين الكيميائيين الذين يمثلان أيونات هما أيون الصوديوم إن أزائد نوع رقم واحد والنوع رقم ثلاثة الذي هو أيون الكلورور بهذا النوعين يوجداني في محلول كلاور الصوديوم هما يسمحاني بمرور الطيار الكربائي في هذا المحلول نقوم بشكلлекс لبقال خiona في هذا المحل السؤال 45 نقوم بشكلبل نقوم بشكل على أشعر وتشعر لنفترل من أهم سنعة في الكثير من أحيان ولنفتر البيض في الكثير كلي وفي سنطرن الثقة سنطرح أولاً سنطرح في أبدا الألم سنطرح أرن كلي سنطرح أولاً فنطرح أن الألم هو Immerم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر